إسرائيل استعدت الحرب من بعد 56 الخطة على رأسها الهدف هو تدمير الجيش المصري لأنه خطاب عبد الناصر التحريضي والعدائي وهي أكبر دولة عسكري يصدر قرار في مواجهة اسحب قواتك اللي إذا أنت تبي تتسم قواتك كان بإمكان الجيش المصري وبسهولة بأن يصمد الحرب يحافظ على أجزاء لا يحافظ على سناء كلها ليش القرارة؟ هناك من كان يروج لقيادة جاهلة ومثلها بعبد الحكيم وعبد الناصر هالأمور وما قالوا للحفاظ على الجيش المصري لا 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 بالعكس دمار الجيش المصري هو بالانسحب هو بالانسحب ذكرت ابو عبد اللطيف أن إسرائيل استعدت الحرب من بعد 56 لمدة 10 سنوات يعني إسرائيل كانت تملك رؤية ومخطط الاحتلال أجزاء من الدول العربية لمخطط التوسع لها سواء في سوريا أو سواء في الأردن أو سواء في مصر سينة هو مخطط للتوسع ولا كان هو صدفة لقت الطريج فاضى عندنا؟ سؤال هام جدا سؤال هام جدا راح أبين لك أنه إلى السبعة وستين شو بخنا نقول لك فيه فلسفتين إلى السبعة وستين وما بعد السبعة وستين قبل السبعة وستين حزب الأمل بما في ذلك من بورين وليفيا شكول كانوا لا يؤمنوا بالتوسع كان بالنسبة لهم اعطني مزيد من اليهود لإسرائيل لأن إلى السبعة وستين هذا لما تكلمت من البداية عن الـ game changer إلى السبعة وستين كان فيه مشكلة بإسرائيل أو عدة مشاكل كانت الهجرة إلى الخارج أكثر من الداخل الوضع الاقتصادي مدمر الشيكل كان فيه devaluation كل أسبوع حتى النقابات طلبوا إنه والله لو يعطونهم الراتب مو كل شهر كل أسبوع حتى الحركة الصهيونية وهذه قالها ثروة عكاشة لما كانوا في فرنسا كتاب مذكراته تدري وعد بلفور كان وطن قومي مش دولة مستقلة الوطن القومي زي كردستان زي بلوشدستان زي الاتحاد السوفيتي الاتحاد السوفيتي عبارة عن جمهوريات أوطان قومية يعني أذربيجان للأذاريين لجورجيا كازاخستان تتدريستان وغيرها فإسرائيل ما كانت تفكر بالتوسع ولدلالة بستة وخمسين لما احتلوا سنة ثلاث أضعافهم ردوها كانوا يريدون فقط سلام مع الأرض لا أكثر ولا أقل وأحنا مكتفين بالحدود والأرض اللي عندنا هذه قير تغيرت بعد دخول مناحين بيقين كوزير دون وزارة بسبعة وستين ثم تزايد التيار اليميني اللي أقلبه على فكرة يهود عرب يعني بينما حزب العمال كان أقلبه من الأوروبيين الشرقيين والروس وبالتالي حتى ما حدث بالسبعة وستين فالجانب الإسرائيلي ما كان يحلم بالتمدد هذا وإلى حتى حرب السبعة وستين وأقول لك شنو اللي صار وليش أقول لك لا لأن هنا في نقطة مفصلية ودور هيكل فيها بشهادات عندنا محور موضوع هيكل بس يعني هل كان لها خطة ولا فجأة لقيت الباب مفتوح لا لا هي خطتها بضرب أوكي قنا أعطيك إياها الخطة على رأسها الهدف هو تدمير الجيش المصري لأنه خطاب عبد الناصر التحريضي والعدائي وهي أكبر دولة كان بس عملت قصف كانوا يريدون تدميرها الجيش هذا الهدف الأدوات أمرين سوريا ومنظمة فتح يبون الوصول للهدف هي هذه لاحقاً أصبح الجائزة أصبحت بالصدفة هي الضغفة والقدس ولا ما كانت مستهدفة من البداية وأعطيك بالدل يليت الدليل عن يقولك إيه الحين راح أقول لأدله القرآن الملك حسين بعد السبعة وستين بأشهر كتب كتاب سوى لقاء مع اثنين فرنسيين صدر من دار النهار اللبنانية اسمه حربنا مع اسرائيل ملك حسين شاهد عيان يقول أول ما بدأت الحرب أتاني رئيس قوات الأمم المتحدة جنرال نرويجي اسمه ألان بول برسالة من ليفي أشكول رئيس وزراء اسرائيل قال لي لا تتدخل يا ملك حسين بالحرب ولن يصيبك سوء هذا حساب لنا مع مصر ومع جمال عبد الناصر تحديداً ولا نريدك تدخل ولا خوف عليك ولا شيء مزيل ليش أقول لك الحين أقول لك بالمختصر وهذا لأول مرة تقال وين النكسة النكسة لم تكن لا ضرب الطائرات قلنا الطائرات تعوض وضرب المطارات تبنى وين النكسة النكسة هي أمرين وأنا أتهم هيكل والله ما بيني وبين شيء شخصي بس وأعطيك الأدلة والقراءة النكسة هي البيان الأول وراح أقول لك هذا البيان يقول كمال الدين حسين هذا عضو مجلس قيادة وكان وزير أول ما بدأت الحرب جاء إلى قرفة العمليات وهو عبد اللطيف البغدادي هذولا اثنين كان لهم مناصب ضخمة في مصر ثم أبعدهم عبد الناصر مثل ما أبعد ضباط حولهم إلى سفرة ورأس شركات يعني الجيش تهلل من هذا المهم يقول أول ما بدأت الحرب دخل علينا هيكل معا البيان الأول اللي أسقطوا مئات الطائرات وايد ناس إلى الآن يتكلمون عنها هذه الحادثة ولا يعرفوا ولا أحد حطها بحجمها الحقيقي شنو خطورة هذا البيان الأول أنا أقول لك النكسة هي أمرين هي البيان الأول البيان الأول قال أسقطنا مئات الطائرات ملك حسين وهذا كان باتفاق من عبد الناصر وعامر الملك حسين لما اتصل بالرئيس عبد الناصر وعبد الحكيم عامر كان البيان صدر أننا أسقطنا مئات الطائرات أسقطنا ثمانين بالمئة من الطائرات الإسرائيلية والآن طائراتنا فوق إسرائيل وجيشنا بدأ الدخول ونريد منك أن تدخل الحرب حتى تفصل إيلات عن شمال إسرائيل طبعا ليش عمل هذا الأمر قيل أنه قالوا لو قلنا حقيقة الحال ما تدخل لا سوريا ولا الأردن الحرب لو صدقنا وقلنا ترى بأول ساعة أو ساعتين انتهى سلاح الجو وكان هذا المفروض اللي يقولونه لأن أنت هذا حليفك وصديقك ليش تكذب عليه وشنو راح تستفيد من دخول دولة محدودة القوة زي الأردن الحرب وخاصة هي نص فلسطين عندها يعني إذا ضاعت ما ترجع غير سينة فالبيان الأول هو النكسة البيان الأول بالمبالقة باللي حصل اللي كتب هيكل كتب هيكل المبالقة هذي لو صدقوا هذي شنو تأثير البيان الأول وايد أمور الأمر الأول أدخلت الأردن بناء على كنام الملك حسين بعد مدة قصيرة سوى الكتاب وموجود من دار النهار أدخل وما كان لها أن يدخل عنده طمأنة من ليبي أشكول لمعلومة ليبي أشكول كان إلى آخر لحظة معارض الحرب ويقال أن حرب السباح وستين قتلت اثنين مكسورين القلب قتلت عبد الناصر بخلال سنتين أو ثلاث لأنه كان يبحث عن الانتصار كان يبحث عن الحرب بس يبحث عن الانتصار لما هزم كسر قلبه ومات وقالوا أن ليبي أشكول بسنة ونص مات لأنه كسرت الحرب قلبه كان يبحث عن السلام ما كان إلى آخر لحظة إلى ليلة لقاءه بالجنرالات إلى يوم أربعة ستة كان رئيس وزراء ووزير دفاع بواحد ستة أعطى وزارة الدفاع لديان بأربعة ستة قبلها بليلة اجتمع بالجنرالات قالوا له احنا أولا ما نستطيع نترك عبد الناصر حتى ينظم قواته احنا كذلك جيش لما نسوي موباليزيشن اللي هو التعبئة تقف المصانع والمزارع وكل شيء ما نقدر نعمل موباليزيشن مدة طويلة فالهزيمة والنكسة والنكسة كلما مخففة من النكسة الثانية والسبب الثاني للنكسة اللي لا يقتفر ومو مرة واحدة مرتين بـ 56 عمل وبالـ 67 اللي هو قرار الانسحاب خلنا أقول لك شيء كون ما عندك قطاع جوي أوكي ضربت طائراتك وأقول لك شيء أكثر ضرب الطائرات المصرية بعد ما ضربت كان بالإمكان في حال عودته وهذا قال الملك حسين مذكراته قلت صنب سوريا مسبب الحرب سوريا قلنا لهم الطائرات راجعة لأن رادار عجلون اكتشف الطائرات وهذابه وأطلق الشفرة عنب 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 طلع بمصر مقايرين الشفرة نجتكم الطائرات ولا عندهم نص ساعة بمصر حتى تستعد الطائرات فأقول لك أكثر من ذلك من الـ 41 وصارت قزو أو حجمة يابانية على قواعد أمريكية بالفلبين مش بلو الهاربر اكتشف علوم سلاح الجو أنه عمرك ما تعمل دوريات مع بعض وتنزل مع بعض وتروح طيارين تريقون الدوريات في حالة السخونة وانتظار الحرب تقوم دورية عندك مثلا 30 طيارة ما تطلع 30 طيارة وتنزل وتروح بيوت هلأ 10 مقلع الدور 10 مستعدة للإقلاع و10 تنزل يروحون يعبون وتريقون وغيره فأساسا كان فيه إشكال بقضية التعبئة أنه ما سووا دوريات بهذا الشكل ومن ثم تم التمكن من ضرب الطائرات كلها وهي على الأرض وما هو أكثر من ذلك أنه ساعة الضرب تطلع طيارتين فوق سينا اللي أوقفت كل صواريخ وكل المدافع المضادة اللي هو طيارة المشير عبد الحكيم مامر إلى مطار تلماد تلماد وبالتالي ومعه رئيس الطيران صدقي محمود فخافوا أن يصدروا الأوامر من الطائرة يعرف أنهم بالطائرة فتضرب وطائرة ثانية كان فيها حسين الشاف نائب الرئيس المصري ومعه طاهر يحيى رئيس الوزراء العراقي كان ولده ملازم في مطار فايد فتصور طيارتين بالوقت اللي إسرائيل بتهجم طيارتين لقيادتين نائب رئيس الجمهورية ورئيس نائب رئيس الأركان بالجو فوقفت كل الصواريخ إسرائيل كانت مخططة بس المعلومات اللي ذكرت من خلال كثير من المذكرات أن جمال عبد الناصر والمشير كان عندهم معلم بموعد إقلاع الطيران الإسرائيلي لضرب المطارات والمشير كان يعرف بهذا الموضوع واللي أشعل أيضا أعطى الفرصة لإسرائيل أو السبب لضرب مطارات مصر وسوريا وأسحاب انسحاب القوات الدولية من ماضي التيران هذا سبب أعطى الفرصة لإسرائيل المسبب اللي تعطيني لضربي صحة المعلومات هذه قبل القصف خلينا أعطيك بالتدرج يليت أولا قضية سحب القوات القوات الطوارئ يعني أقلاق مضيق عطت فرصة لإسرائيل خلينا هو طبعا النسبة حق عبد الناصر كانت عملية حشد مسرحي وخداع بصري نجيب قوات ومررهم عن طريق القاهرة وحشدهم في سيناء وحتى القيادات في سيناء يعني يقولون الأوامر المتضاربة لنا بس هي قضية حشد يعني حتى هذا سعد الشهاد اللي يقول ودوني إلى جنوب سيناء ثم شمال ثم جنوب قوات تتحرك تجهد وترهق بدون حرب القصة الحقيقية لقضية سحب القوات وهذه حقا حتى من سخريات القجر حتى تستغرب ليش سحب قوات الطوار تصدق إنها قلطة مطمعية شوان قلطة مطمعية وكان الطلب اللي يفترض بالرسالة اللي ذهبت لقائد القوات اللي هو الجنرال الهندي واللي رحلها حق يوثان المفروض التسمية الصحيحة هي نطلب منكم ري دي بلويمنت مش وذي درويل الورقة اللي أرسلت كان فيها الوذي درويل الوذي درويل اللي هو انسحاب القصة وكتبها هيك البنفجار سبعة ستين إنه لما طلع على النسخة الأجنبية وجد فيها أنه في وذي درويل مش ري دي بلويمنت ري دي بلويمنت أنا نريد منكم فقط تحركوا القوات فيقال لأنه كان مقر القيادة مالة الأمم المتحدة والجنرال الهندي الريكي في قزة فيقال أنه قالوا على ما أرسلنا نطلب الرسالة حتى نعيد الترجمة إلى ري دي بلويمنت من وذي درويل كانت الرسالة رحلت وذهبت إلى الأمم المتحدة فهذه يعني يتبين لك سخريات القدر عقولة مذكرة فيها خطأ تسحب القوات اللي في غزة وتسحب القوات في مضيق تيراني شعن أقولك هي قضية مجموعة العوامل لا تصدق لهذا السبع حينا قاعدين نتكلم عن 67 فهذه وحدة ما يتحدث عن الآخرين الأمر الثاني قيل أن يوثنت لم يخبر مجلس الأمن بأن هناك طلب من الجمهورية العربية المتحدة بسحب القوات وتم لون يوثنت السكرتيري العام هو من بورما وحتى التهم نائبة الدكتور رالف بانش أمريكي أسود هذا عنده جائزة نوبل للسلام بسبب تحضيره لمؤتمر رودس بين العرب وإسرائيلين وقالوا هو شجع على أن يسحب القوات القضية مجلي بالمرة مجلي القضية أنه مصر كان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الدكتور محمود فوزي لما تكلم عبد الناصر عن هذا وأنه هل يحتاج الأمر إلى أبروفل أو من مجلس الأمن قال لا لأن هذه القوات قدمت بناء على موافقة مصر وبالتالي مصر وهي على فكرة البعض ما يعلم هي ترى ما كانت نصها على إسرائيل ونصها على مصر هي بالمطلق على أرض مصر صحيح وبالتالي قال له محمود فوزي أنه هذا الأمر لأن يوثنت كان يريد أن يرجع لمجلس الأمن اللي التهل فيه يوثنت لا مصر قالت له قالت له ترى هذا الأمر لا يرجع به إلى مجلس الأمن لأن هذه قوات أتت برضانا وهي على أرضنا وبالتالي بل ما هو أكثر كان عبد الناصر يطمح بأن يسحب فقط الجزء المقابل لفلسطين حتى يمكن أو الإدعاء بأننا سننصر سوريا إذا صار شيء بس هذا ما ينسب لبانش رالف بانش أنه قال ليوثنت يوثنت قال له هذه القوات إما أن تبقى كاملة أو تسحب كاملة بعد أن رح ندخل في كل قوات قائمة بين بلدين رح يقول هذا الطرف شي لهني الطرف الثاني يقول والله معاجبني قال لا هذه إما قوات تبقى على الحدود أو تسحب بالكامل بس رح يتخلك على شلون أن الهزيمة قلنا الطرفها الأول هي البيان رقم واحد اللي ادعى كذبا سقوط مئات الطائرات بل ظلل القوات المصرية بسناء قوات المصرية بسناء التشويش واللي قيل أن حتى البارجة ساهمت في انقطعت وحتى سعد الدين مع أحمد منصور يقول أنا كنت انقطع ما في اتصالات لأن قطعت الاتصالات فكان الرادو هو الوسيلة فلما الرادو رادوك يقول احنا سقطنا المئات يعطيك انطباع وشيء مختلف عن لو علمت بأن ما كو لأن لو ما كو قطاع يدق ان انت تقعد في مكانك وتحمي نفسك اذكر بشيء على حرب تمت على حدودنا بين ايران والعراق من 82 إلى 88 ايران كانت من يهجم بقوى برية وكان عندها قطاع جوي فالقطاع الجوي فائد ومكاسب لا مكاسب بس إلى حد ما إنما بالنهاية الحرب هي على الأرض صحيح ليش فالهزيمة هي كمان القرار اللي صدر بستة ستة ثاني يوم وقيل فجرا حتى يعني من اول يوم صدر قرار بالانسحاب الآن وين الخطأ بالقرار هذا هل هذا القرار عسكري عسكري يصدر قرار في مواجهة اسحب قواتك اللي إذا أنت تبتسم قواتك والله تماما وأقول لك الأضرار المضاعفة لهذا القرار لهم ما تذكر بمكان آخر أولا مثل ما ذكرنا أنه كان بإمكان الجيش المصري أن يصمد ترى هذه حرب الخمسة أيام ستة أيام ترى حتى انسحاب ستة وخمسين ترى حرب سبعة أيام وهذه الناس ما يعرفون 20 أكتوبر انتهت بسبعة نوبمبر حروبنا ما تقعد أشهر وسنوات وما كو جيش بالعالم ما يستطيع أن يصمد ستة سبعة أيام أصلا المشير عبدالحكيم عامر في أحد خطبه في مايو سبعة وستين يتكلم عن الصمود سبعة شهور في سيناء سيناء ترى جبال شماء مصحراء هذا هيكل كتبها مرة أنه جنرال فرنسي قال لي لا زين سويته انسحبته لأنه سيناء صحراء والصحراء مقبرا لمن يدافع عنها والله ما فيه كذوبة أكبر من هذه لا كان بإمكان الجيش المصري وبسهولة بأن يصمد الحرب يحافظ على أجزاء لا يحافظ على سيناء كلها يحافظ على سيناء وبسهولة ما كان سهل على إسرائيل أن تستولي على سيناء لو لا مرتين انسحبت مصر بغرار والمرتين ما كان مبرر بالستة وخمسين قالوا انسحبنا لحماية القاهرة من الإنزال الفرنسي والبريطاني أولا الإنزال الفرنسي والبريطاني عدا أنه محدود جدا كان على مدن القناة ما كان فيه خوف على القاهرة لأنه مضليين يعني كان بإمكان الجيش المصري اللي بسيناء بسة وخمسين يحمي سيناء والجيش المصري بسبعة وستين كذلك وأنا أقول لك الكتب Arabs at war We are your soldiers كل الكتب الأجنبية والدراسات ما كان فيه إشكالية على مستوى المقاتل للمصري ليش القرار عيل هذه الأسرار القامضة أو المعروف أو هل كان قرار مستعجل هناك من كان يروج لقيادة جاهلة ممثلة بعبد الحكيم وعبد الناصر هالأمور فيه كان من يروج لهم أنه من الأفضل أن تنسحبوا هذه مرتين صارت ممرة ومرتين غير مبررة ستة وخمسين كان بإمكانهم يصمدوا الحرب سبوء لا تقول لي أكون جيش ما يصمد أسبوع يعني يحشد قواته وعنده أكل وشرب أسبوع وسبعة وستين ما هو يعني بالتالي هناك أمور تثير الريبة للأسبوع بل أقول لك أكثر من ذلك إذا إذا تعذر بالستة وخمسين بأنه لحماية القاهرة من الإنزال البريطاني الفرنسي اللي أساسا حدد بمدن القناة أنا مو خايف على طيب سبعة وستين ما في إنزال بريطاني فرنسي ليش تنسحب ليش تصدر وبعدين الانسحاب بقول لكم تلك وما قالوا للحفاظ على الجيش المصري لا 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 بالعكس دمار الجيش المصري هو بالانسحاب هو بالانسحب وأقول لك شيء ثاني وترك تسلحة رومل بحربة مع منتق أمري بالعالمين 180 كيلو قرب الإسكندرية انسحب إلى تونس بدون قطاع جوي بدون ضرر أنت الانسحاب حتى الانسحاب له قواعد الانسحاب أنت انسحب وأنت تحارب بشكل منظم حتى عدوك يخشاك لأنه رح يخسر كل ما انما انت عملت هدد خليت انسحاب غير منظم بقرار انسحبه لا يوجد لهم مبرر ذي كل مرة بررته وهذا تبرير لا يقبل على فكرة أنا قاعدت مع قبال سنة يقولون شنو حكاية هذه شنو هالقصة هل نحن جزء من مصر ولا لا شنو كل مرة ننام بالليل ونحن تحت مصر ونصحة تحت اسرائيل شنو كل ما اطلقت طلقة تركتونا قلت بندافع حن القاهرة ما يجوز سيناء زي القاهرة مثل ما تدافعون حن القاهرة دافعون حن سيناء يعني ابو عقرف كان قادر الجيش المصري وهم بقى وعدة أن يصد الجيش ألف بالمئة ألف بالمئة وقلت لك أنا توني عطيت كمثلة قلت لك رومل وقلت لك الحرب العراقية الإيرانية على حدودنا ترى إلى آخر ستة شهر من الحرب كانت إيران التي تتقدم خذات الفاوض ما عندها قطاع جون ما يحتاج يعني القطاع أنت مشاه مشاه لو وقفوا على مضائق سيناء لا أوقفوا الجيش الإسرائيلي وعندك أنت كان كم الدبابات اللي سلمت للإسرائيليين بسبب الانسحاب قير المنظم عندك من الدبابات والعدة والعتاد مو أسبوع قل قل سنة القوات البرية المصري كانت تستطيع تصدى القوات البرية جدا عندك 100 ألف محصنين في بلدهم في جبالهم في ممراتهم أنت في حال الدفاع حال الدفاع وهذه أحد الأمور كذلك اللي حدثت بالجبهة المصرية التحول من الدفاع بتدخل السياسة إلى الهجوم كانت الخطة اسمها قاهر مثلما الخطة الإسرائيلية اسمها فوكس حق الطيارين فوكس اسمها فوكس اللي دربوهم عشر السنين وطبقوها الخطة المصرية كان اسمها قاهر اللي هي التخندق والدفاع بعدين في مايو عبد الناصر أثناء زياراته تكلم عن قضية قزة لأن هذه تخندق في سنة فقال لا هذه لا يجوز خلونا نتحول إلى الهجوم صارت القوات ما هي ثابتة ما بين دفاع تحركها أما أن تكون في مواقع دفاعية هي الأفضل أو أن تحركها إلى الأمام بحيث وكأنك ذاهب إلى الهجوم على إسرائيل وهذه هم المتناقضات أنت تطلب من القوى البرية أن تكون في حالة هجوم بنفس الوقت تقبل أن تتلقى الضربة الأولى في القوى الجوية وصدقي محمود الرئيس القوى الجوية عليه ما عليه من أقاويل بس بهذه كان صادق لأن هذه أحد تأثيرات حرب اليمن للمعلومة أنه الأموال ما بين 25 إلى 30 مليون غير الذهب والأملة الفضة كانت تذهب إلى اليمن لرشوة القذائل وغيره الدشم كانت بـ 5000 جنيه ما كان فيه دشم للطائرات لو تشوف صور حرب 67 كل الطائرات مضروبة بالعراب فصدقي محمود قال ترى لا تستسهلوا من تلقى نحن الضربة الأولى لأن إذا تلقناها قد تكون مدمرة لأن هيكل كتب على فكرة للمعلومة ترى 67 مقالات هيكل من يناير أول سبع مقالات السنة اللي فاتت إلى أول سبع مقالات كلها ضرب بالملك حسين اللي هو جاي تبيح حليف وإذاعة كانت أحمد الشقيري ابن أسعد الشقيري أحد بياعة الأراضي وكان عليه ما عليه كانت تطالب بتحويل الأردن إلى جمهورية فلسطينية من مملكة الأردنية ثلاث مقالات بعدها الهيكل وهيكل يمثل الدولة المصرية يمثل عبد الناصر ضرب بالملك فيصل ثم 12 مقال لم يعملها هيكل قط ضرب بالولايات المتحدة هيكل قاعد يحضر الساحة عداء مع العرب عداء مع السعودية عداء مع الولايات المتحدة يعني تستطيع تقول ابو عبدالغيف أن هيكل كان مساهمة في نكسة 67 هيكل كان هو سياسات عبد الناصر ليش كان يعادي بالذات الملك حسين عداء للدول العربية لا يتصورها عقل هو هذا اللي خلق مشكلة لمصر تلقت الضربة الأولى مصر هم هذا اللي ما توقعوه حجم الضربة الأولى الجبهة السورية أعلن سقوط القنيطرة أهم مدن الجولاد قبل أن تسكن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر